السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله يا رب يا رب اختي تورية يا رب بالله يكمل لك الرجاء الله يكمل الرجاء اكيد الاخت تورية يعني تبدو من نبرة صوتها وطريقة كلامها انها انسانة طيبة انسانة خلوقة وانسانة متدينة وفيها النية واللي عنده هات الصفات عمرو مخاف بالعكس هات الصفات في حديدتهم عطاء الهي هادو في حديدتهم تروع هات الصفات هي نعم نمكش يربيعطها الا من احبه هي الناس لعن نمكش اللي يبغوا ولكن سلب منهم الايمان سلب منهم الحياة سلب منهم الرضا معطعم والو هادو كرمتها الدنيا سرعان ما يزود ولكن هات الصفات لا عندك تورية هي عطاء الهي القرآن العظيم طبعا وكل ما فيه ذكر لا ينبغي ان يدخل الى المرحاد الى الخلاء الى الاسلت والتاني دائما كل ما عنده علاقة بالقرآن العظيم وبذكر الله ينبغي ان يبعد عن هاد الاماكن دي القذورات المسألة دي الهاتف النقال الان الهاتف الذكية تحمل مجموعة دي ال الاشياء فيها فيها قرآن وفيها ديكر فيها دروس لكن العلماء يقولوا هذا مستثنى الهاتف النقال مستثنى لانه غير مكتوب هي واحد شفرة صغيرة الحجم عقل الكتروني صغير الحجم في غير نقط سفر واحد سفر صفر صفر واحد سفر صفر صفر واحد هكذا مكتوب باش ينقل لنا هاد المعلومات على الهاتف النقال فالهاتف النقال العلماء الاجلاء قالوا بانه مستثنى مستثنى من هاد الامر هو حبدة قبل ما ندخل المرحاض نخلي بعيد عليا ما ندخلوش معايا لكن في بعض اللحظات اكون مضطرا من يكون عند الناس غريب او في مطعم او في مكان بعيد الا وضعت ربما قد يسرق مني او قد يضيع انا ذاك لدخلت معايا لهذه الاماكين فلا بأس لا بأس هو لانه مستثنى لانه غير مكتوب بالكتابة العادية وانما هي شفرات الالكترونية دقيقة جدا رقمي نيميغي وان شاء الله ربي يكمل لك رجاء السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله